يلحق بالاناجيل الاربعة عدد من الرسائل وهي سفر اعمال الرسل ورسائل بولوس الاربعة عشر ورسالة يعقوب ورسالة بطرس ورسائل يوحنى الثلاث ورسالة يهوذة ورؤيا يوحنى اعمال الرسل ويتكون هذا السفر من ثمان وعشرين اصحاحا تتحدث عن الاعمال التي قام بها الحواريون والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم الخمسين دعوة ومعجزات كما يتحدث باسهاب عن شاول ودعوته ورحلاته وقصة تنصره وبعض معجزاته وينسب هذا السفر الى لوقة مؤلف الانجيل الثالث حيث جاء في افتتاحيته الكلام الاول انشأته يا ثوفلس عن جميع ما اكتدأ يسوع يفعله ولكن هذه الدعوة يشكل ويمنع من التسليم بها تناقض انجيل لوقة مع سفر الاعمال في مسألة الصعود الى السماء اذ يفهم من انجيل لوقة ان صعود المسيح للسماء كان في يوم القيامة وفي اعمال الرسل يتحدث عن ظهور المسيح بعد القيامة اربعين يوما وهذا الاختلاف يكذب الرأي القائل بان كاتب الانجيل والسفر واحد رسائل بولوس وتنسب هذه الرسائل الى القديس بولوس وتمتلئ بعبارات تدل على انه كاتبها وهذه الرسائل اربع عشرة رسالة وتستبغ الرسائل ايضا بالصبغة الشخصية لبولوس فهي ليست لهوتية الطابع بل رسائل شخصية لها ديباجة وخاتمة وليس ثمت اجماع على صحة نسبة هذه الرسائل الى بولوس بل ان بعض المحققين يميل الى ان اربع رسائل منسوبة اليه كتبت بيد بعض تلميذه بعد وثاته بعشرين سنة كما ذكر الدائرة المعارف البريطانية ويشكك اريجانوس في شرحه لانجيل يحنى بجميع رسائل بولوس المرسلة الى الكنائس فيقول ان بولوس ما كتب شيئا الى جميع الكنائس والذي كتبه هو سطران او اربعة سطور اما رسالة الى العبرانيين خصوصا فكان النزاع حولها اشد فحينا تنسبها الكنيسة الشرقية الى بولوس فان لوثار يقول بانها من وضع ابلوس بينما يقول ترتوليان في القرن الميلادي الثاني انها من وضع برنابة ويقول راجوس احد علماء البروتستانت ان فريقا من علماء البروتستانت يعتقدون كذب الرسالة العبرانية اما مدخل الرهبانية اليسوعية فيقول لا شك ان الادلة التي تنقض صحة نسبة الرسالة الى بولوس هي كثيرة فللمرء ان يعتقد ان الرسالة من انشاء واحد من اصحاب بولوس اما الاهتداء الى اسم الكاتب على نحو افضل فلا سبيل الى طلبه فلابد من التسليم باننا نجهل اسم الكاتب ويقول مؤلف المدخل الى الكتاب المقدس نحن ببساطة لا نعرف الكاتب فبالرغم من ان الرسالة تحمل تحيات حرة في ختامها لكنها لا تحمل عنوانا في مقدمتها الا ان الاتجاه العام هو افتراض ان بولوس هو الذي كتبها قد يكون الكاتب هو برنابة اللاوي الذي لا بد كان يعرف كل شيء عن الكهنة وعملهم واحتمال ثالث ان يكون لوقة هو الكاتب لتشابه الاسلوب بين العبرانيين وانجيل لوقة وسفر اعمال الرسل هناك احتمال رابع ان ابولس هو الذي كان يعرف تيمو ثاوس معرفة جيدة كما ان ابولس كان فصيحا ومقتدرا في الكتب ومن كتب هذه الرسالة لا بد ان يكون كذلك وهناك ايضا عدد اخر من التخمينات وفي النهاية علينا ان نقول ان لا احد يعلم من هو كاتب هذه الرسالة وهذا الجواب الاخير سبق الى الاقرار به العالم اريجا نوس حين قال اما من كتب الرسالة يقينا فالرب يعلم يقول بعض من سبقون انه اكليمنس اسقفاروما والاخرون يقولون ان كاتبها هو لوقة واما نسبتها الى ابولس فهو كما تقول الموسوعة البريطانية امر لا يكاد يوجد احد اليوم يدافع عنه الرسائل الكاثوليكية ورؤيا يوحنى وهذه الرسائل سبع ثلاث منها ليوحنى واثنتان لبطرس وواحدة لكل من يهوذا ويعقوب ثم رؤيا يوحنى وعرف المحققون باصحاب هذه الرسائل وهم من التلميذ الاثمي عشر فبطرس هو صياد سمك في كفر نحوم ويعرف بسمعان ويرجح محرر قاموس الكتاب المقدس انه كان من تلميذ يوحنى المعمدان قبل ان يصحب المسيح وقد دعا في انطاقية وغيرها ثم قتل في روما في منتصف القرن الميلادي الاول ويذكر بطرس قرماجة في مرووج الاخبار ان بطرس ومرقس ينكران الوهية المسيح واما يعقوب فهو ابن زدي اخو يوحنى الانجلي ومن المقربين للمسيح وقد تولى رئاسة مجمع ارشليم سنة 34 وقد كانت وفاته قتلا على يد اغريباس الاول عام 44 وقال اخرون قتله اليهود حين طرحوه من جناح الهيكل ورموه بالحجارة سنة 62 واما يهوذا فلا تقدم المصادر عنه تعريفا سوى ان تذكر انه اختلف فيه هل هو يهوذا اخو يعقوب الصغير ام انه الحواري الذي يدعى لباوس وهذه الرسائل تعليمية في محتوياتها شخصية في طريقة تديجها تحوي في مقدمتها اسم مؤلفها غالبا ورغم ذلك فان نسبة هذه الرسائل كانت محل جدل طويل في قرون مصرانية الاولى وينطبق على اكثرها ما ذكرناه في رسالة العبرانيين حيث تأخر الاعتراف برسالة بطروس الثانية ورسالتي يحنى الثانية والثالثة ورسالتي يعقوبا ويهوذا ورؤيا يحنى الذي كان موضع جدل كبير قبل اقراره اذ يحوي هذا السفر رؤيا منامية غريبة هدفها تقارير الوهية المسيح واثبات سلطانه في السماء وخضوع الملائكة له اضافة الى بعض التنبؤات المستقبلية التي صيغت بشكل رمزي وغامض وهذه الرؤيا رأاها يحنى في منامه وهي مسطرة في سبعة وعشرين صفحة ومثل هذا يستغرب في المنامات ولا يعهد وقد شكك اباء الكنيسة الاوائل كثيرا في هذا السفر يقول الاسقفوكيس ان سفر الرؤيا من تصنيف كيرنثوس الملحد وامد يونسيوس رئيس مدرسة الاسكندرية فينقل في كتابه الموعيد عن بعض السابقين له بانهم درسوا سفر الرؤيا اصحاحا اصحاحا ووجدوه بلا معنى وعديم البراهين قائلين بانه عنوان مزور وليس من تصنيف يوحنى ولن يكتبه اي واحد من الرسل او القديسين بل ان كيرنثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكرنثيين اذ اراد ان يدعم قصته الخيالية نسبها الى يوحنى وذلك ان كيرنثوس كان يقول بالملك الارضي للمسيح وهو ما يتفق مع فكرة السفر عن احداث اخر الزمان لكن المؤلف الكبير لم يقتنع بما توصل اليه السابقون فامعن في دراسة السفر وتوصل الى ان السفر من كتابة شخص يدعى يوحنى رجل قديس ملهم بالروح القدس ولكنه لم يصدق بانه هو الرسول ابن زدي كاتب انجل يوحنى والرسائل الجامعة يقول لوثر ان هذا السفر لا يعلم عن المسيح ولا يشير اليه بوضوح ولا يتضح فيه انه من وحي الروح القدس واما خلفه المصلح زنجلي فقد قال ليس لنا شأن بسفر الرؤية لانه ليس سفرا كتابيا فليس فيه طعم كتابات يوحنى وفي وسعي ان ارفضه ويعقب المفسر باركلي وقد اشترك مع لوثر وزنجلي كثيرون كما نقل عن بعض المفسرين قولهم ان عدد الالغاز الموجودة في سفر الرؤية يساوي عدد كلماته وقال اخر ان دراسة الرؤية تصيب الانسان بالخبل او ان الذي يحاول القيام بها مخبول ويقول مدخل الرهبانية اليسوعية بهذا السفر لا يأتينا سفر يوحنى بشيء من الايضاح عن كاتبه لقد اطلق على نفسه اسم يوحنى ولقب نبيه ولم يذكر قط انه احد الاثمي عشر هناك تقليد على شيء من الثبوت وقد عثر على بعض اثاره منذ القرن الثاني وورد فيه ان كاتب الرؤية هو الرسول يوحنى بيد انه ليس في التقليد القديم اجماع على ذلك وقد بقي المصدر الرسولي لسفر الرؤية عرضة للشك ان اعراء المفسرين في عصرنا متشعبة ففيهم من يؤكد ان الاختلاف في الانشاء والبيئة والتفكير اللهوتي تجعل نسبة الرؤية والانجيل الرابع الى كاتب واحد امرا عسيرا ويخالفهم مفسرون اخرون في الرأي ويرون ان سفر الرؤية والانجيل يرتبطان بتعليم الرسول عن يد كتبة ينتمون الى بيئات يوحنى في افسس ويقول المفسر وليام باركلي في مقدمة تفسيره وليس من المحتمل ان يكون الكاتب رسولا فلو انه كان رسولا لوضع تركيزه على هذه الحقيقة اكثر من تركيزه على انه نبي ثم انه يتكلم عن الرسل كاغراب عليه فان هذا اسلوب شخص يؤرخ لفترة خدمة الرسل بل ان عنوان السفر يوحي بهذه الفكرة فهو رؤيا يوحنى اللهوتي ولعل لقب اللهوتي قد اضيف الى اسم يوحنى الكاتب ليميزه عن يوحنى الرسول ويقول يوسبيوس ابو التاريف الكنسي يحتمل ان يكون يوحنى الثاني هو الذي رأى الرؤيا المنسوبة الى يوحنى حيث ان لا احد يميل ان يصدق بان يوحنى الاول هو الذي رآها وهكذا فالسفر لا دليل يثبت كتابة يوحنى له وغاية ما يمكن قوله انه كتب على يد كتبة مجهولين تربوا على يد يوحنى في افسس ومما نقله المحققون في تكذيب نسبة الرسائل الكاثوليكية هو احتجاجهم بعدم وجودها في الترجمة السريانية القديمة ويقول يوسبيوس قبل الجميع دون جدال باسفارنا المعروفة الان ما خل الرسالة الى العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا ورسالة بطرس الثانية وسفر الرؤية ورسالته يوحنى الثانية والثالثة فقد قبلها الجمهور ولكن البعض شك فيها واما رسالة يوحنى فهما خطابان شخصيان يصعب برهنة صدق قانونيتهما ويقول عن رسالة يعقوب الرسالة متنازع عليها او على الاقل ان الكثيرين من الاقدمين لم يذكروها في كتاباتهم كما هو الحال في امر الرسالة التي تحمل اسم يهوذا ومع ذلك فنحن نعلم ان هاتين الرسالتين قرئة علنا مع سائر الاسفار في كنائس كثيرة جدا وعن رسالة يهوذا يقول المحقق كيروتيس في كتابه تاريخ البيبل هذه الرسالة رسالة يهوذا الاسقف الذي كان الخامس عشر من اساقفة اورشالين في عهد سلطنة ايددين فجعل هذا المحقق رسالة يهوذا من عمل اسقف عاش في القرن الثاني الميلادي كما لا تسلم الكنيسة السوريانية حتى الان بصحة الرسالة الثانية لبطرس والثانية والثالثة اليوحنى ويقول اسكالجير من كتب الرسالة الثانية لبطرس فقد ضيع وقته وعن كاتب رسالة بطرس الثانية تقول مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية لا يزال الرأي القائل ان كاتب الرسالة هو سمعان بطرس يثير كثيرا من المتاعج فلا يحسن ان يقول الكاتب انه الرسول بطرس اي كان المؤلف المجهول يكذب وهو يزعم انه بطرس الرسول حيث لا يبدو ان الكاتب ينتمي الى الجيل المسيحي الاول ويقول التفسير التطبيقي عن رسالة بطرس الثانية لسنا على يقين من تاريخ كتابة هذه الرسالة او لمن كتبت كما ان كاتبها محل جدل كثير وبسبب ذلك كانت رسالة بطرس الثانية اخر سفر يضم الى الاسفار القانونية للعهد الجديد ويقول ابو التاريخ الكنسي يوسبيوس علمنا بان رسالته الثانية الموجودة بين ايدينا الان ليست ضن الاسفار القانونية ولكنها مع ذلك اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الاسفار فالذي اعرفه هو ان رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الاقدمين وعن قانونيتها تقول مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية ان كل من هذه الرسالة وسفر الرؤية كان في العهد الجديد السفر الذي لقي اكثر المصاعب ليعترف به فقد دخل دخولا بطيئا الى مجمل الكنائس ولم يعترف بها في معظم الكنائس الا في القرن الخامس واعترف بها في سورية في القرن السادس يقول وليان باركيلي استاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو اما مارتن لوثر فقد رفض ان يعطي سفر الرؤية مكانا في العهد الجديد واضافه الى رسائل يعقوبا ويهوذا وبطرس الثانية والعبرانيين واقترح ان يضاف في نهاية العهد الجديد